موسيقى أنا الأستاذ الدكتور جهاد محمد الانصيرات أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية برنامج الدكتورة في التفسير وعلوم القرآن ينفرد بتدريسه عدد قليل من الجامعات في المنطقة ويحظى بإقبال منقطع نظير من طلبة الدراسات القرآنية من دول العالم العربي والإسلامي ومن مختلف دول العالم يتلقون العلم على أيدي هيئة تدريسية المشهود لهم بالكفاءة في هذا المجال تتكون الخطة الدراسية لهذا البرنامج من إطارين رئيسين هما الإطار النظري حيث يدرس الطالب مساقات تتعلق بالقرآن وعلومه وقراءاته ولغته ومناهج تفسيره التحليلية والموضوعية والمقارنة وأصول التفسير وقواعده وكذلك يتناول الشبهات التي أثيرت حوله قديما وحديثا من خلال مساقات تتناول الاستشراق ومدارسه والحداثة واتجاهاتها فضلا عن موضوعات أخرى هامة للطالب في هذا البرنامج والكلية في ذلك كله منفتحة على كافة الاتجاهات العقدية والمذهبية والفكرية وتستوعبها جميعها لأنها جاءت متوافقة مع رسالة عمان التي جاءت تدعو إلى الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف مع كل الطلاب من سائر أنحاء العالم العربي والإسلامي والأوروبي والإطار العملي وذلك من خلال كتابة أطروحة دكتوراه في أحد قضايا هذا التخصص الطريق المتبع في التدريس في هذا البرنامج وفي برامج الجامعة بشكل عام تجمع بين المستويين النظري في أغلبها والعملي في بعضها الآخر من خلال التعليم التشاركي بين المدرس والطلبة حيث يقوم الطلبة في أغلب الأوقات بإدارة المحاضرة من خلال التحضير ومناقشة البحوث وعمليات العصف الذهني ولا مكان أبداً للتعليم التلقيني في أروقة هذه الجامعة العريقة وفي المستوى العملي يقوم الطلبة بتحضير البحوث النظرية والميدانية في كافة تخصصات هذا البرنامج ومناقشتها مع زملائهم إضافة إلى إتقان منهجية البحث العلمي السليم ونشر البحوث العلمية المحكمة في الجامعات المرموقة في المنطقة وفي العالم أسره اللغة المستعملة في التدريس في هذا البرنامج هي اللغة العربية حيث تولي الكلية عناية خاصة بمختلف علوم اللغة العربية لأنها المفتاحة لفهم القرآن الكريم يتوقع من الطالب عند تخرجه من هذا البرنامج أن يكون قادراً على فهم علوم القرآن الكريمة اللازمة له لتفسيره وعلى قيادة وإدارة الأجهزة والمؤسسات الدينية في العالم كله نرحب بكم جميعاً لدراسة برامج التفسير وعلوم القرآن في الجامعة الأردنية